تصل اليوم العقوبات الأمريكية على إيران إلى ذروتها بإعلان حزمة جليلة من العقوبات لن تشمل طهران فحسب بل حتى المتعاملين معها في السادس من آب الجاري موعد بدء العقوبات يتعقد المشهد أكثر في المنطقة وباتت رسائل التهديد تأخذ طابعا آخر فرسالة طهران بمناوراتها في الخليج العربي عدها كثيرون أنها تلويح بعمل عسكري منها أو من أذرعها إذا ضاق عليها الخناقة بالتوازي مع محاولة الالتفاف على العقوبات أو استمالة دول المنطقة لعقد صفقة معينة صحيفة العرب اللندنية نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن مناورات الخليج تعبر عن ارتباك إيراني كبير في مواجهة الضغوط المتصاعدة من السحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي لا سيما وأن الحرس الثوري الإيراني قال عن المناورات إنها تستهدف ما سماه مواجهة تهديدات محتملة من الأعداء هذا بعد تهديده مرارا بإغلاق المورات البحرية كهرمز وباب المندبة من جهة أخرى تقول الصحيفة إن النظام الإيراني قد يلجأ إلى إبرام صفقة سرية مع واشنطن لتلافي سقوطه في الوقت الحالي أمام تواصل الغضب الشعبي المتصاعد بسبب الأزمة الاقتصادية وذلك عبر محاولات استمالة وفتح أبواب للحوار بدأت مع المملكة العربية السعودية بعد قبول الرياض لطلب إيراني بمنح تأشيرة دخول لرئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في مدينة جدة لكن رسائل التهديد تارة والتهديئة تارة أخرى لا يبدو لها صدا في واشنطن مع عزم الأخيرة المضية بعقوبتها على إيران كما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن هدف العقوبات هو كبح النشاط الخبيث للنظام الإيراني في المنطقة بحسب وصفه وإن كان مسار التوتر بين طهران وواشنطن مالوفا فإن حجم التضييق هذه المرة يبدو أكبر مع تضاؤل حرب الوكلاء أمام الأصلاء الذين يرون أن ما قبل السادس من آب ليس كما بعده